المنا بيبدأ بمقطع توضيحي عن اللي حصل في الجزء الاخير المهم ان اللي مختلف هنا عن الجزء الاخير ان فيه ابن ظهر للرجل ده واسمه دانتي وكان حاضر في نفس الوقت اللي دوم كان بيسرق فيه خزنة فلوس ابوه وطبعا لما حاولوا يوقفوه ما عارفوش وده لان دوم عارف انه يضرب الابن بالخزنة ويرمي في البحر ولبس الاب عربية في وشه بس من الواضح ان الابن ممتش في اللحظة دي نروح بقى لأحداث الجزء الجديد واللي بتبدأ مع دوم وهو بيحاول يعلم ابنه ازاي يبقى سواء محترف زيه بس على صغير وفي نفس الوقت اصحابه جالهم مهم مفرومة من المخابرات الامريكية وطبعا ما ينفعش يرفضه لانهم شغالين معهم حاليا ولان دوم مش واثق في فرقته قوي فبعت معهم هان وبكده ما تبقاش من الفرقة دي اللي هو ولدي وفجأة وبدون اي مقدمات لقوا اكتر عدوة لهم الدخل عليهم بس كانت شكلها متصابة وطلع عين ابوها ودوم اول ما شافها بدأ يفتكر ان هي صاحبة الامر في قتل اقرب الناس لي وكان خاص هيقتلها بس هي قالت له صدقني انت محتاج تسمع اللي عندي وده لان اللي عندي هيهمك لو يهمك حيات عيلتك ووقتها للأسف اضطر انه يسمعها وقالت له ان هي في اليوم ده قبلت الشيطان ذات نفسه وانها كانت معتقدة ان هي الشيطان بس رأت اللي هيتشيطن عليها واسمه دانتي ايوة هو ابن المعلم اللي تسرق منه خزنة الفلوس وهو اللي راح لها في مكانها وفي وسط رجالتها كلهم وهو برضو اللي قال لها انا عاوز كل الحاجات اللي معاك دي علشان استخدمها في انه يقتل دوم وطبعا هي رفضت كده بس للأسف شكل الرفض ما كانش اختيار قدامها لانه كان مجهز نفسه وعمل حسابه قوي لكل ردود الافعال وطبعا برضو عامل حسابه لان هي ممكن تقوله لا وطلع انه خاطف كل ما هو عزيز عند رجالتها يعني خاطف له كل واحد منهم ابن مثلا او زوجة حاجات زي كده وبعت له كل واحد فيهم فيديو بابنه وهو مخطوف وطبعا لما شافوا كده كلهم اضطروا انهم يسمعوا كلامه ويبقوا تحت امرته ووقتها ده انت دخل بكل بساطة وخد الجهاز اللي بيتحكم في كل الاسلحة بتاعتها ومشي وامر رجالتها انهم يقتلوها وطبعا واحدة زي دي مش سهل ان هي تقتل بالبساطة دي وده لانها ما كانتش واثقة اوي في رجالتها وطبعا كانت عامل اسلحتهم ببصمة واول ما عرفت انهم هيقتلوها وقفت الاسلحة وقالت لهم انتم كنتم معتقدين ان انا واثقة فيكم وبدأ بينهم معركة قوية وهو المعركة كانت شكلها صعبة جدا بس مش عليها بصراحة هي صعبة على الجماعة اللي كانوا عودين يقتلوها وده لانها راشقة اوي وشكلها كده في المعارك ما تعرفش ابوها هي ااخدت لها كم اتصابة بس قدرت في الاخر انها تخلص عليهم كلهم وطبعا زي ما شفتوا اول ماهر بيتراحت لدهم علشان تبلغوا كل اللي حصل وده مش لانها بتحبه ده علشان يساعدها في ان هي تقتل دانتي هو طبعا كلكم عارفين انه عدو عدوي يبقى صديقي وتاني يوم دوم بلغ المخابرات بوجود البنت دي عنده وطبعا المخابرات ابضت عليها علشان توديها تتعالج ويحبسوها والزابط المسئول عنه سألوا فين بقى فرقتك فقالوا انهم في روما بيعملوا لكم مهمة وهنا كلهم اكتشفوا ان الفرقة دي كلها رحت لفخ مش اكتر وده لان المخابرات ما كلفتش باي مهمات وعلشان كده دوم قرر انه يروح لهم بسرعة على روما وطبعا الاخت ريتم مش هتسيبوا الوحده وبكده هما الاتنين اتحركوا مع بعض علشان يحاولوا ينقذوهم من الفخ اللي رحوا له والفرقة دي كلها دلوقتي في روما علشان ينفذوا المهمة اللي المفروض رايحين يعملوها وهي سرقة شحنة المفروض برضو انهم يعرفوا انها شريحة تهم المخابرات الامريكية والمهمة بالنسبة لهم كانت سهلة جدا وده لانهم مرتبين نفسهم جدا وعارفين خطتهم حلوة قوي وكانوا بيننفذوها على اكمل وجه وفعلا قدروا انهم يسرقوا العربية المصفحة واول ما تيج ورامزي ركبوها عارفوا ان ده فخر ان العربية تقفرت عليهم وباعت بتمشي لوحدها وبكفها وطبعا اللي عامل كل ده دانتي اللي نفسه يخلص على اي شخص دوم بيحبه وكمان تيج دخلي يشوف الشريحة اللي في العربية فاتصدم وده لانه اكتشف انها كنبيلة ولو انفجرت هتمحي نص روما وده انت بعد ما فكر شوية اي فجر ايه التوصل لانه يفجر الفاتيكان وفعلا اتحرك بالعربية في اتجاه الفاتيكان وفي الوقت ده دوم وصل مع ليتي وظابط المخابرات المسؤول عنهم ودوم شغل دماغه بسرعة وطلع قدام الشاحنة اللي فيها الكمبيلة وثبت قدامها حبل واير علشان يوقفها وده انت لما شاف كده قال ماشي نكمل الطريق ده حاجة وفتح الباب للكمبيلة والعربية قلبت بسبب الحبل وبسبب سرعتها فضلت تسحف وكانتها تقع من على منحضر عالي بس بسرعة الرومان وهان مسكوا فيها بعربياتهم وقدروا انهم يوقفوها على اخر لحظة علشان ينقذوا اصحابهم بس للأسف الكمبيلة طارت منها وبدأت تضحرك في طريقها للفاتيكان ودوم رفض انه يسيبها وطروا رهب كل سرعته علشان يوقفها وفي الوقت ده داندي كان صورهم مع كل اللي بيحصل ورفعت صورهم على انهم هم الارهابيين اللي تسبب كل الضمار اللي بيحصل والشرطة لما وصلت عند رمزي ورومان وهان وتج لقوهم اختفوا وطبعا هم يهربوا من الصرف الصحي ودانت نزل من مكانه وراح وراليتي علشان يشغلها معاه وهي فعلا شافته وراحت معاه ازاي ما هو عاوز ودوم لسه مش غلفي مطاردة الكمبيلة علشان يوقفها قبل ما توصل للفاتيكان وفي نفس الوقت الشرطة رايحة وراها علشان توقفه هو لكن هو مهتمش بكده وكان بيحمي الناس في طريقه وكمان بيحاول يوقف الكمبيلة بأي طريقة ولما اعتقد انه اخيرا وقفها دانتي حطوا الكمبيلة في عربية زابط المخابرات والمعلم نط منها وسبعت انفجر وطبعا لما انفجرت خبط الكمبيلة فرجع التاني كملت طريقها ودوم برضو راح وراها بكل سرعته وقدروا ان ينقذ واحدة من تحت الكمبيلة وليت لسه في مطاردتها مع دانتي اللي بدأ يحس انها تمسكه فبقع قدامها حديد بس هي طلعت صايعة وتخططها ما حبيب الدوم بقى مش اي حد يعني ولما اخيرا قربت منه لقيت الشرطة في وشها ومحصرها من كل اتجاه وطبعا لانها المفروض من ضمن الارهابيين وقتها دانتي قدر انه يهرب وليت اتقبض عليها ودانتي لما فضي قدر انه يفاعل القنبيلة وبكده 30 ثانية وتنفجر ودوم مش عارف اعمل ايه لان الشرطة محصرها من كل اتجاه بس بسرعة شغل دماغه وتخلص من الشرطة وكمان بكل سلاسة وبساطة عمل حركة جميلة بالعربية بتاعته وعن طريقها قدر ان يوقع القنبيلة في النهر وبكده يعتبر خل الانفجار بتاعها ضعيف بقوة كبيرة جدا وانقص حياة ناس كتير وطبعا دانتي كان فخور باللي هو عمله وده بقى منظر روما بعد المدعكة اللي حصلت وكل الاخبار بقيت بتتكلم عن ان في مجموعة ارهابية تحت رئاسة دوم نكتيريتو كانوا عاوزين يفجروا مبنى الفاتيكان بس فشلوا في مهمتهم وعرضوا صور دهم وصحابه كلهم على انهم ارهابيين وكمان الوكالة اللي دوم وفرقيته كانت شغالة معاهم جالهم رئيس جديد واتخلى عنهم وقرر انه يطردهم وبكده بقى مطردين من حكومة روما والحكومة الامريكية وده انت ورجالته ودوم وهو واقف بيشوف حجم الدمار اللي حصل جاله خبر ان ريت اتقبض عليها وانه بكده بقى من اول المجرمين المطلوبين عالميا وفي خلال كل اللي بيحصل ده العمامية قعدة مع بي ابن اخوها دوم وبيلعبوا بليستيشن وحالتهم حلوة بس شكل كده حسدتهم لان في فرقة كاملة هجمت على البيت علشان تقبض عليهم بس العمامية شكلها كده كانت شارسة شوية لانها علمت على كام واحد فيهم وبعدها بلاحظات وصل العم جيكوب أخو العمامية وطبعا مش عاوز اقول لكم ليلة الاخ دهم لما بتتجمع ممكن تعمل ايه لانكم مش هتشوفوا الا شوية جنود بيتضربوا وبيتهانوا وبيتعمل منهم بطاطس محمرة لحد ما بيخلصوا عليهم وجيكوب بياخد بيه علشان يروح بيه للمكان السري بتاعهم اللي المفروض يتجمعوا فيه وقت ما يحصل مشكلة زي اللي هم فيها دي وتيس طبعا كلنا عارفين انها شغلة في نفس الوكالة الامريكية اللي باعدهم بس هي رفضة كده وعلشان كده قررت تساعده ورحت له وقالت له انها بتحاول تساعده على قد ما تقدر عن طريق انها بتعطر الوكالة من انها تقدر تقبض عليه بس للأسف هي مش هتقدر تعطلهم كتير فطلب منها الطلب تاني وهي انها تتصرف وتخرج ليتي من المكان اللي هي محبوزة فيه فقالت له مستحيل لانها في مكان سري جدا ومستحيل حد يعرف يوصله بس دوم قال لها لو عملت كده اعتبر نفسك من مش مدينة ليه بأي حاجة فوافقت انها تساعده والجماعة دول لسه بيحاولوا اهربوا من مكان لمكان لحد ما وصلوا للندن وتيس وصلت للمكان اللي التي محبوزة فيه وقالت لها انها جاءتها بعد دوم علشان تهربها وطلبت منها انها تتصق فيها وفجأة طلعت سلاح من ايدها وطعنتها بيفكتفها وعملت نفسها ان ريتيب تهجم عليها علشان الامن يدخلوا بسرعة وياخدوها وفي نفس الوقت دوم رحل البرازيل وبالاخص فعالم السباقات اللي هو القسطورة بتاعه وطبعا اللي هناك اول ما شافوه فرحه جدا لدرجة انهم كانوا لق اغنية عبد وموته لما خرج من السجن كان نظام استقبال يعني وطبعا هو مش جاهل المكان ده علشان يلعب لا هو جاه علشان يقابل دانتي بس قابل دانتي جاله البت اللي شايفة نفسها دي ومعتقد انها ممكن تسباقه فقالت له تحداني في سباق فقال لها مش فضيلك وقطع كلامهم دانتي اللي وصل وشكله عاوز يخلص من دوم باي طريقة وقال له فاكر ابوي اللي انت قتلته فقال له انا فاكر انه كان معتقد انه مسيطر على المدينة دي زيك بس انت شفت نهايته ودانتي لما سمع كده تعصب ورجالته كلهم رفعوا اسلحه في وش دوم وقال له البرازيل ملكي بس طبعا دوم مش بسيط في البرازيل ولأتباع اكتر وكلهم اتجمعوا ورفعوا اسلحتهم برضو في وش دانتي ووقتها دانتي قال خلاص ندخل سباق احسن من ان احنا نغرق في الدم ولو كسبتني هسيبك تاخدني وطبعا دوم وافق على كده ومنصق السباقات شارك معاهم وكمان البت اللي واثقة في نفسها دي شاركت معاهم وبالمناسبة هي اسمها ايزابل وقبل ما السباق يبدأ دانتي قال لدوم يا ترى انت هتنقذ مين فيهم ووقتها دوم عرف ان دانتي ناوي يخلص على المتسابقين اللي معاهم وملحقش يتصرف بسرعة لان السباق بدأ ودانتي فعل الكمبيلة اللي في عربيت واحد منهم ودوم بسرعة حاول يلحقه بس دانتي فعل الكمبيلة اللي في عربيت ايزابل هي كمان وسب الاختيار لدوم انه ينقذ مين ودوم بعد تفكير بسيط قرر انه ينقذ ايزابل فخبض عربيتها ودانتي قال له شكلك اخترتها وفجر عربيت الراجل التاني ولانه واطي حاب يفجر العربيت بتاعت ايزابل هي كمان بس دوم عمل مع حركة جميلة وهي بصراحة يعني حركة جامدة وقدر بها انه ينقذ البنت وبسببها خسر السباق بس طبعا هو الاهم عنده انه ينقذها وليت راحت للمركز الطبي بتاع السجنة علشان تتعالج من الجرح اللي في كتفها ولما فاقت لقت البنت اللي كانت راحت لهم في اول الفيلم نايمة في السرير اللي جنبها على انها بتتعالج برضو والجماعة دول حبوا يرتاحوا شوية من الفرهاض اللي هم فيها من اول الفيلم بس دانتي مش سيابلهم اي فرصة للراحة لانه قدر انه يهكر حساباتهم وسرق كل فلوسهم والجميل هنا انه دفعها كلها قدام عينيهم لجماعات مرتزقة علشان تطاردهم بس طبعا من حسن حظ الجماعة دول ان رومان معهم وده لانه دايما عامل حسابه لكل الازمات وطلع انه شيل شوية فلوس بيدا عن البنوك اهم انها يدفوه ومنها الوقت الازمات اللي زي دي بس رومان كان واط شوية وزلوهم شويتين وقال لهم خدوا واي حد هيصرف سنت واحد يجيب لي بي فاتورة يا كلاب وهنقال لهم تعالوا نروح لحد اعرفه هيساعدنا وده كان اخر شخص ممكن اروح له بس للأسف هنحتاجه وبالنسبة لدوم طلع انه انقل ايزابيل لانها اخت البنت الشرطية اللي كانت من فرقته بس ماتت قدام عينه على ايد البنت اللي راحت له في اول الفيلم وهي مصابة لو تفتكروا المهم انه قال للي ايزابيل انه عارفها وعلشان كده انقذها والبنت اللي محبوسة معاليتي اللي هي برضو نفس البنت اللي قتلت الشرطية يعني بفكركم برضو واستحسن تروحوا تتفرجوا على الاجزاء اللي فاتت المهم ان المعلمة دي طلعت صايحة جدا وقدرت انها تعكس تحكم الاجهزة بتاعت المستشفى اللي هي فيها وضربت المخدر اللي في المكان على الدكاترة والحراس وطبعا كلهم في اللحظة اتخدروا وقدرت انها تفك نفسها وكمان فكت لتي وقالت لها يلا معنا عشر دقايق علشان نهرب من هنا بس لتي كانت لسه شائلة منها وبدأت ضرب بيها بس من الواضح ان البنت دي شرصة برضو وده طبيعي لانها كانت معتقدة انها شطانة بس طبعا شرصة على نفسها مش على لتي اللي متربية على ايه الدوم المهم ان ريتي بعد طحن كتير قدرت انها تتغلب عليها ودوم سبئزة بالقورة علشان يكمل بحثه عن اي حاجة تخص دانتي والمسؤول الجديد عن الوكالة اللي اسمه اونيمس كان وراه بس في مجموعة وقفت قدامه وعطلته لحد ما دوم خلع وجيكو بركب طيارة مع بي علشان يوصلوا للمكان اللي العيلة كلها هتتجمع فيه بس في لحظة شك ان في جماعة غير مرغوب فيهم راجبين مع الطيارة فخد بي بسرعة علشان ينزيلوا المغزن الطيارة بس قبله كام واحد فكلهم علق اثريعة وكمل طريقه وطلع انه كان عامل حسابه وحطت لنفسه طيارة مصغرة فمغزن الطيارة وخدها هو بيه وهربه من الطيارة بسرعة وهانو اصل للشخص اللي كان رايح له والشخص ده كان بيلعب ملاكمة وهو يركزولي في الحتة دي والنبيه المهم انه جسمه كان ساخن شوية ولما هانو عطره عن التدريب بتاعه قرر ان يكمل التدريب عليه وقفر الباب عليهم علشان يعرف يستفرد بالوحده وقبل ما اتحانوا بعض في قوات امريكية هجمت عليهم وضربت كيس الملاكمة بالعربية في طيارته وهنا هانو واخوه اتحدوا علشان يتعاملوا معاهم وطبعا انا مش محتاجة اقول لهم عملوا ايه الا ان كلنا عارفين لما اتنين زي دول يتحدوا مع بعض ممكن يعملوا ايه مع بعض والجماعة اللي برج جالهم مجموعة جنود برضو بس قدروا انهم يتعاملوا معاهم وخلصوا عليهم بسرعة وده لان عددهم مكانش كبير قوي بس الاتنين دول كان معهم الجيش بيحاربهم ومع كده قدروا انهم يخلصوا عليه وبقى اقل مجهود واصحاب هان قدروا انهم يدخلوا بس بعد ما كانت عامل مع الوضع ولما كلهم اتجمعوا لقوا شخص خارجلهم من كيس الملاكمة فاتخضوا وانا بصراحة اتخضيت وتقريبا كده هو ده اللي جيسون كان بيتدرب عليه ودوم رحل المقر بتاع دانتي بس تقريبا كده دانتي كان عارف ومستاني دوم اصلا وده لانه اول ما وصل اتصل عليه وقال له ايه رأيك في المقر بتاعي واتضح ان دانتي في اللحظة دي كان واقف عند بيت ايزابل ومش نويلها على اي خير وده لانه نوي طبعا انه يأذي اي حد بيحب دوم وقال هاله واضحة وصريحة انا بعد ما خلص عليهم هخلص عليه واول ما قفل معاها الدوم لها اونيمس وقف وراه قبض عليه وليت بعد ما ضربت القطة اللي معاها هربت من المكان اللي واحدها بس لما طلعت اتصدمت لانها اكتشفت انها في القرر قطبها الجنوبية فنزلت تاني لعدوتها اللي لقيتها مستنياها ومجهزالها لبس يناسب الاجواء علشان يهربوا مع بعض وجيسون عارف ان امه من ضمن اللي دانتي مستهدافاهم فقرر انه يشارك معاهم في المعركة ضد دانتي وكبداية جمع شوية اسلحة كتير ومش الواحده علشان يجهز وسير اتنقل للفرقة كلها وهو بينقل دوم للسجن دوم حاس بخطر فجاهز نفسه وفعلا فيه صاروخ ضرب المدرعة اللي هو فيها ولما خرجوا منها اللي لقوا دانتي ومعاه جيش من المرتزقة بيخلصوا عليهم وكمان دانتي كان معاه ايزابل وهو ده لانه عاوز يقتلها قدام دوم بس دوم مش سهل برضو وكمان اضطر انه يسلمه سلاح وقال له انا من دلوقتي معاك وكمان تيس وصلت من ورا وقتلت اخر اتنين تابع دانتي وهديدته بسلاح علشان يسيب ايزابل ولما سابها دوم حاب يعمل معاه الغلاط ونزل ضرب فيه لحد ما طبقه لقشه بس كل ده اطلع ان دانتي منخطط له ويسيبه بكيفه وده لانه معا طيارة بالقناص وامرها تضرب تيس وبعدها اونيمس وكان هيدرب ايزابل بس دوم انقصع علي اخر لحظة وكل ده برضو دانتي كان منخطط له علشان يستدرك تيس وده لانها معاها جهاز تتبع خاص بالمخابرات الامريكية والجهاز ده في مكان اي حد يخص دوم وطبعا دانتي قال لدوم السلام بقى لان رايح اخلص علي ابنك وهنا كده بقيت عارف مكانه وركب الطيارة وخلع وبالنسبة لتيس و اونيمس فلسه محدش منهم مات لانها مجرد اصابات بسيطة وبكده اونيمس ودوم بقوا شغالين مع بعض و جيكوب اخيرا وصل مع بي ابن دوم للمقر الامن اللي المفروض الليلة كلها هتتجمع فيه بس مالحقوش يرتاحوا كتير لان دانتي بقى عارف مكانهم عن طريق جهاز التتبع اللي معاه وبعت وراهم الجيش كامل من المرتزقة اللي اجرهم بفلوسهم و جيكوب اول ما شافهم خد عربية كان مجهازها للظروف دي وطار بسرعة من المكان و دانتي شافه وطلب من جيشه انه يقبض عليهم احياء و جيكوب لقى عربيات كتير في وشه فاستخدم المدفع اللي مجهازه في العربية و عن طريقه ضمر اول عربيتين في وشه و خلع منهم وبسرعة شغل السلاح تاني و ضمر عربيتين كمان من ظهره بس للأسف السلاح علق و مبقاش بيعمل تعبئة للزخيرة و دون وصلهم مع اونيموس بالطيارة في الوقت المناسب بس ما كانش عنده اي وقت للهبوط و علشان كده اقرر انه ينط من الطيارة بالعربية و فعلا قدر انه ينزل فوق عربيتين و يدمرهم و كمان دمر معهم عربيات كتير وراه و بيرجع للسلاح بسرعة علشان يحل المشكلة اللي فيه و لما اخيرا حلها دانتي كان وصل وراه و قدر انه يختفوا معرف العربية و كمان راح بسرعة وراه دون و ضربوا فطيروا للطريق المخالف و طبعا دون في الوقت ده تبقى تحت ضغط عالي جدا لانه مش عارف يركز في الاتجاه المعاكس او يحرر ابنه و كمان في جيش تبع دانتي دخلين علي فوش و جيكوب لما لقى الوضع كده قال له اعذرني ان ضيعت ابنك و اتمنى تسامحني و ضرب طلق بالسلاح في الارض والاندفاع طيره فرح للجيش اللي في فوش دون و كلهم انفجروا مع بعض و دوم اتعصب اكتر واستخدم كل سرعته علشان يوصل لدانتي بس لقى طيارتين طلعوا من جنبه و برضو تبع دانتي و مسكو بحبال و حاول يسحبوه بس دوم رفض يستسلم ليهم و استخدم كل قوة العربية و كمان استخدم التريبو بتاعه و نط من الطريق لطريق تاني فلبس الطيارات دي في بعضها و دمرها و كمان استخدمهم معا كسلاح علشان يضرب بيه كل اللي بيتاردوه و كمان ضرب بيهم دانتي و عمل حركة اكشن شوية كده غير واقعية جنبه و قدر بها انه يرجع ابنه لو حد فيك اقتنع بيها ياريت يخنعنا انا كمان لان انا من الحد دلوقتي مش عارف اقتنع المهم ان دوم خد ابنه و مشي و راح في اتجاه الطريق المطار علشان يروح يقابل باقي فرقته اللي راح حاله بس اصدم لانه لقى نفسه محاصر بشحنات مليانة مواد مشتعلة و كمان دانتي واقف فوق و بيتفرج عليه و قال له كل ده انا مرتب له و عارف ان احبسك هنا و هخلص عليك انت و ابنك بس بعد ما احرق قلبك على عيلتك الاول و دوم مكانش فاهم هيحرق قلبه على عيلته ازاي بس فجأة لقى طيارتهم وصلت لنفس المكان علشان تهبط في المطار القريب منهم و دوم حذرهم بسرعة انهم يهربوا من الطيارة بس تقريبا مليحوش و فيه صاروخ موجه لبس فيهم و اتضح ان اللي ضرب الصاروخ ده يبقى اونيميس و ده لانه طلعت ابع دانتي و كانوا عاملين التحالف ده في نفس اليوم اللي دوم سرق فيه الخزنة من ابو دانتي المهم ان الطيارة فضلت تقع لحد ما راحت ورا جبل و انفجرت قدام عندهم و ابنه بيه و كمان الشاحنات اللي فيها المواد المشتعلة اتوجهت ناحية دوم علشان تنفجر فيه بس طبعا دوم بيحب يخالف التوقعات كالعادة و نطب العربية من فوق السد بس العربيتين عملوا انفجار مرعب و النار كانت ورا دوم في منظر صعب لكن هو برضو عارف انه يهرب منها و ده لان العربية اللي هو راكبها و هو عارفين هو ما بيعملوا ايه بالزبط و فعلا قدروا انه يهرب من النار بقعجوبة و نزل في البحر و بسرعة خد ابنه و و طلع بس برضو ده مطلعش كفاية للأسف يؤسفني اقولكو ان دانتي كان عامل حسابه الكل ده و طلع انه ملغم السد بمتفجرات كتير و اقول لدوم دلوقتي وقت موتك و طبعا دوم اتصدم و ببقاش عارف يتصرف ازاي و بالاخص ان دانتي خلاص فعر القنابل و بالنسبة للاخت لتي فهي لسه ماشية في الجليد لحد ما اتفاجأت بغواصة اتطلعالها من تحت التلج و فيها البنت اللي منها لله دي هي و بلدها اليها نام وصع ما قالقيهم على وش الكوكب